أرحب بكم أعزائي الطلبة في شرح كتاب اللغة للمرحلة الرابعة The Study of Language في البداية أتمنى تشتركون بالقناة ومثل ما تشوفون هذه الفيديوهات اللي قاعدة نشرحها كل شي متعبة وحقيقة يعني مدى نشوفه هواي أكو تفاعل زين عينيه فأتمنى تشتركون بالقناة دمين جتقل لكم كل المحاضرات في محاضرة واحدة لشابتر السيمانتك حتى تفهمونه وإذا عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تسأل بالتعليقات هسا خلي نروح على شرح شابتر لا تنسون تشتركون بالقناة وتشاركون هذه الفيديوهات شرح كتاب اللغة للمرحلة الرابعة قسم اللغة الإنجليزية لازم ننوها على شغلة مهمة أنه الطبعة هذه هي الطبعة الرابعة اللي راح نعتمد على هذا الشرح فإذا أكي اختلاف بين هذه الطبعة وطبعة القديمة أو الطبعة الجديدة فحاول التأكد نبدأ الشرح احنا بالشابتر التاسع كون أغلب الجامعات العراقية تبدأ بالشابتر السيمانتك واللي هو بهذه الطبعة هو الشابتر التاسع وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي وإن شاء الله راح نبلش شرح هذه المادة اللي نبدأ باليوم بالسيمانتك طلابنا الأعزاء راح تكون دروسنا قصيرة كل موضوع راح أخليه فيديو واحد السبب السبب حتى المادة توصل لك بشكل سهل وحتى تقدر توصل للفيديوهات بشكل بصير وكذلك حتى مصير المحاضرة مملة وكذلك إن شاء الله بعدها نجمع الفيديوهات ونخليهن فيديو واحد كل شابتر واحد يعني إذا نخليني فيديوهات قصار ونكمل الشابتر نخليهن فيديو واحد فهذه الصفحة الصفحة الأولى بالشابتر التاسع السيمانتك تعريفة السيمانتك هو دراسة معنى الكلمة أو العبارة أو الجملة يعني شونه معنى هذا تعريف مهم يجيك بالامتحار السيمانتك هو دراسة معنى الكلمة المعنى الظاهري للكلمة كلمة بوك معناها كتاب شونه معناها معناها كتاب خلص السؤال سؤال وجواب جواب يعني خليني نقول المعنى الواضح ليس المعنى المخفي شونه المقصود بهذا الكلام أكو معنى مخفي طلاب أكو بالمرات جملة أو كلمة تحتوي على معنى مخفي يعني على سبيل المثال أنا من أقول الواحد قاعد بغرفة أنا صديقي بالقسم الداخلي وأقول لقسم داخلي تقول لصاحبك اللي بالقسم الداخلي تقول له يعني ترى الجو كلش بارد شون رأيك هنا الله صحيح الجو بارد طبعا أنت من تقول هذا الكلام الجو بارد شون اللي تريده اللي تريده مثلا الشغلة تدفئة أو تريده الشغلة الصوبة فهذا هذا مو معنى هذا يسمونه المعنى الضمني المعنى اللي يكون ليس ظاهري معنى مخفي هذا يسمونه هذا علم آخر هيدا راح ندرسه هسا حاليا موضوعنا اسمه سيمانتكس اللي هو المعنى الظاهري للجملة شوف شيقول يقول إن سيمانتكس there is always a time to focus on what the word means يعني شنو معنى الكلام إذن بهذا العلم يكون هناك تركيز على معنى الكلام طبعا أكو يعني هذا يتجيك فراغاء الكلمة بعد عندنا أيضا كلمة مهمة نعم objective تكون objective or general زين إذن يقول هنا طبعا يجير فراغاء زرني هنا يقول الإدرس على ماذا تركيز الجملة مثل ما يقول طبعا يقول this approach المقصود بهذا العلم هذا العلم أو هذا المجال يهتم بدراسة المعنى الobjective or general meaning and avoids trying to account a subjective or local meaning إذن هذا العلم يتجنب المعنى ال subjective أو المعنى ال local يعني ما يحاول يدخل هذا أيضا فراغات مهمة ما يحاول يدخل عميق بالمحتوى العلمي أو المعنى العلمي للعلم لهذا العلم يعني فقط المعنى الظاهري إذن طلابنا العزاء هذه الأمور المهمة هذا السيمانتكس do not pay attention for the subjective or local meaning إذن ما يهتم على ما ينظر إلى المعنى subjective or local يبحث عن objective or general meaning وكذلك el confidential meaning مثل ما ذكرنا يعني المعنى اللي موجود بالقاموس والشائع هو هذا المقصود بي the weather is cold الجو بارد خلص مثلا يعني شوف أكو شغلة مهمة أريدك تركز بيها أنا بهذا موضوع السيمانتكس موضوع السيمانتكس إحنا قلنا يدرس المعنى الظاهري من أقول لك أنا سؤال can you give me a question أو عفوا can you give me a water can you give me water can you give me some water هل يمكنك أعطي بعض الماء بعلم السيمانتكس راح يكون جوابك لهذا السؤال yes يعني بالسيمانتكس ما راح يروح يجيب لك مي لأن السيمانتكس يفيدرس المعنى الظاهري المعنى الظاهري المعنى يعني شون مثل ما تقول المعنى الحرفي can you give me أو can you give me some water can you give me some water هل تستطيع عند إعطائي بعض المياه الجواب يحق لك yes هذا بالسيمانتكس ليش لأنه هو ما يدرس المعنى هو من أنت تقول الواحد تقدر تنطينه ماء مو معناها تسأله معناها نطينه ماء هذا مو بالسيمانتكس هذا راح ندرسه بالبريغماتيكس يعني بعلم الدلالة اللي راح ندرس به بعد نفوت أعمق بهذه المادة فهذا المقصود بالسيمانتكس وراح ندرسه ونفوت بتفاصيله فهذه كانت المحاضرة المقدمة المحاضرة الأولى السيمانتكس حاضرة القادمة إن شاء الله راح نكمل المادة ونشرحها بالتفصيل ونأخذ التعريف والأسئلة اللي تجي عليه بسم الله الرحمن الرحيم راح بيكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي راح نكمل اليوم نشرح مادة اللغة بالفصل السيمانتك فصل السيمانتك هذا هو فصل السيمانتك طبعا وفقا للطبعة وفقا للطبعة الرابعة احنا قاعد نشرح حاليا فإذا أنت هو تقريبا نفس الشي بس هناك اختلافات بسيطة المهمة إحنا عدنا طبعة الرابعة المينينغ هنا While semantic is the study of meaning In language there is more interest In certain aspect of meaning than others المينينغ هو المعنى اللي إحنا راح نتحدث عنه اللي هو بجانب السيمانتك اللي إحنا خذناه وقلناه شنو معنى سيمانتك بالمحاضرة السابقة القصد هنا أنه احنا بهذه راح نبدي ندرس أشياء أكثر من المينينغ والمعنى الحرفي وإلى آخره راح ندي نخوذ بالتفاصيل أكثر وأكثر وهنا عدنا تعرفين مهمين جدين لازم تعرف معناهم عدنا المعنى المفاهيمي واعدنا المعنى الترابطي المعنى الترابطي The basic components of meaning confirmed by the literal use of word هنا المعنى المفاهيمي conceptual meaning هنا معنى معنى الحرفي للكلمة يعني أنا من أقول بوك كتاب من أقول بين يعني قلم من أقول فاذر أب الكنسابشيال الكنسابشيال مينينغ هو قلنا عليه هو المعنى الخيالي أو المعنى المفاهيمي اللي ببالك أنت زي نعني حسنا راح نجي على الاساسيييتف مينينغ وهنا هو المعنى the type of meaning that people might connect with the use of word that is not part of the conceptual meaning المعنى الترابطي معناه المعنى اللي مرتبط المعنى المرتبط بالكلمة واللي ما إلا علاقة بالكنسابشيال يعني أنا هسا مثلا أجي على كلمة نيدل كلمة نيدل معناه إبرة من واحد يجب باله كلمة نيدل يجب باله ألم painful ألم أو من واحد يقول يجب باله الحرارة الاحتراق وإلى آخره فهذا هو المعنى الترابطي المعنى المرتبط بالكلمة حسب موقف معين أما المعنى المفاهيم فهو المعنى الأصلي بدون هذه الإضافات فهذا هو تعريفين ذني كلش كلش مهمات فيشوف هو أنا قائل لك with pain شوف بالألم blood دم زين عيني فهذا هو المقصود يعني بالمعنى الترابطي والمعنى المفاهيمي هذا بالنسبة للميني وهذا تعريفين كلش مهمات نحاول نحفظ المحاضرة الجاية نكمل إن شاء الله درس جاية ناخذ السيمانتك فيجرز means of accounting for the oddness we express we read sentence such as the following من الطرق اللي احنا نعتمد عليها دراسة المعنى المفاهيمي conceptual meaning هي الغرابة يعني اللي هي من كلمة عود غريب يعني اللي احنا نجري عليها موضوع الاختبار كاختبار حتى نقرر هاي الجملة يعني ما شد معناها تمام لا زين يقول the hamburger ate the boy أكل الهامبرغر الولد the table listen to the radio the horse is reading the news power هذه الجمال هنا يعني وليست صحيحة خاطئة ليش خاطئة لأنه الفاعل هنا هنا الفاعل هامبرغر يأكل ما يصير يكون فجمات لازم يكون مثلا إنسان أو يكون حيوان مثلا هاي واحد ثانيا المفعول به هذا لازم يكون عندي فشي أكل فهذا الجملة خاطئة ذن الجمل خطأ فراح ندرسه نحنا وراح نعرف شن المقصود بين هامبرغر يقول هاي الجملة السنتاك مالتها السيمانتك مالتها جود سنتاك لي بات سيمانتك لي السنتاك مالتها القرامر مالتها صح ولكن المعنى مالتها خطئ ذا بوي ايج ذا هامبرغر الولد أكل الهامبرغر هسا هي اكسبتها بالمقبولة اوكي فالقرامر مالتها صح ولكن المعنى مالتها خطئ المعنى مالتها خطئ ما يصير احنا نقول هي شي جملة ف كل الجملة يعني هسا ذنني كلن خطأ ذنني لازم احنا صح وهنا راح نتحدث على موضوع جديد يقول we can use the idea to describe part of the meaning of world نقدر نستخدم هاي الفكرة حتى نوصف الكلمة المعينة او اي كلمة معينة يعني we can use this idea to describe a part of meaning نقدر هاي الفكرة مهمة اذا هي يعني ناقص او مسالب to particular feature حتى فكرة معينة زين فمثلا راح نجي الى السنة شي يقول لك the boy الولد has زائد plus يعني animate يعني حي animate يعني حي فاحنا اش راح نسوي يعني الفكرة وين طلاب الفكرة وين انه انت راح تجيك الكلمة اذا هي حي تكتب زائد animate بمعنى انه هذا كأن حي زين راح نطيك المثال table راح تقول عليها سالب animate ماينس ماينس ليش ناقص animate شو نسبب ماينس animate لانه مو كان حي نجي مثلا البوي البوي قلنا ماينس زين نجعله مثال اخر الهامبرغر هامبرغر ايضا راح نقول عليها ماينس animate ليست كأن حي هي ماينس animate وهو يوعدنا كلمات مثلا نجعله كلمة table هذه ماينس animate معاقل ماينس human يعني مو كأن بشري female انثى لا مو female انثى adult بالغ لا مو بالغ فكل واحد وصفاته الهورس ماينس animate كأن حي بالغ بوي انميت human يعني بشري ستشوف الهورس هنا قال لك ماينس human يعني ليس بشري فهذا هو المقصود بالانميت والهيومن والسالب والموجب يعني من تجيك الجملة مثلا اي جملة the frog is reading the newspaper هنا يقرأ الnews بيبر هنا هذا الفاعل اللي عندي لازم هذا شي يكون يكون ماينس human لازم يكون عندي ماينس human مثلا خلي نقول يعني حسب الجملة مالتي طالما يقرأ المجلة صفات بشرية فاحنا راح نقول علي ماينس human اي بمعنى بشري بمعنى بشري زين عني فهذه الامور المهمة هذه خلاص يعني هذه الاشياء المهمة بموضوع semantic feature ولا تنس موجب يعني حسب الكلمة اللي عندي خلو ننطيك المثال الاخير خلو ننطيك المثال الاخير الكات القطة ما تكون تكون يعني تكون موجب الانيميت كأن حي هل هي هيومن لا ماينس هيومن ليست هيومن مثلا هل هي فيميل انثى ممكن تكون يعني ماينس فييش انت هيتش راح تكون تشتغل عليها على اي كلمة تجيك هذا النظام اللي تعتمد حتى تحلل الكلمة هما طبع راح تجيك بالامتحان هذا فراق صح خطأ اختيارات يجي بالحكياء بسم الله الرحمن الرحيم ارحب بكم اعزائي الطلبة في محاضرة جديدة وياكم الاستاذ محمد نجم النوفلي واليوم راح نتحدث على موضوع السيمانتك رولز مادة اللغة للشابتر التاسع طبعة الرابعة هنه هنه عندنا السيمانتك رول اللي هي رولز أفر رولز يقول بالسيمانتك رول راح نتحدث على الكلمات المفردات بدل ما نفكر احنا عنها كمحتوى للمعنى لازم ناخذ دور الكلمة في الجملة الكلمة ما لا لعبت دور دور شنو هذا الشيء راح يساعدنا حتى نفهم اللغة بدل ما احنا نجي ناخذ البوي كمفردة كمعنى كحاوية للمعنى احنا هنا لازم ناخذ الرول of the words so what does the word use يعني شنو فائدة المفردة أو what is the rule of the word ما هي يعني دور الكلمة فاحنا نلاحظ هنا the verb describe the action الفعل هنا وصف الحدث kick بمعنى يركل the noun phrase in the sentence describe the rule of the entities اذا هنا العبارة الاسمية وصفت دور وصفت لدور الكلمة بعبارة اخرى انه الفعل kick بيّن لي دور الفاعل بانه هو الذي قام بالفعل ومن هذا المنطلاق راح نتحدث عن السيمانتك رولز تعريف السيمانتك رولز وهذا هو تعريف السيمانتك رول the part played by noun phrase such as agent in the event described by the sentence دور دور الدلالي الذي يلتلعبه عبارة اسمية مثلا المنفذ الذي يقوم بالفعل في الحدث الموصوف في هذه او في اي جملة معينة هذا هو المقصود بالسيمانتك رولز رحب بكم معزا طلبة في محاضرة جديدة وياكم الاستاذ محمد نجم النوفلي واليوم رح نتحدث عن الاجينت والثيم بالمحاضرة السابقة اخذنا موضوع السيمانتك رولز حاضرة السابقة واخذنا مقدمة عن السيمانتك رولز وشنو المقصود بالرول هسا رح نتحدث عن الادوار يعني شنو هي الادوار الاساسية بالجملة فانا اولا عندي الاجينت الاجينت هذا اول دور قبل كل شيء خلينا اقض تعريف الاجينت the semantic rule of the noun phrase identifying the one who performs the action of the verb in the event هذا هو تعريف الاجينت نحافظه هذا هو الترجمته زي الاجينت هو الذي يقوم بالفعل الذي يقوم بالفعل يعني الفاعل الذي يسبب الفعل نسميه الاجينت يعني the boy kicked the ball الولد ضرب الكرة هنا ال boy هي اجينت ال boy هنا اجينت ليش اجينت ليش لأنه هي التي قامت بالفعل الذي قام بالفعل نسميه اجينت هذا هو تعريف الاجينت خلصنا من الاجينت الذي يقوم بالفعل نسميه اجينت زين خلينا اخذ الثيم 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 هو المسبب الذي سوف يتأثر بسبب الاجينت يعني بعبارة اخرى تعريف تعريف هذا الثيم كل شي مهم ينحفظ زين الاجينت شنو الثيم شنو الثيم بعبارة مختصرة الذي يقع عليه الفعل يعني المفعول به المفعول به نسمي احنا الثيم باللغة مثلا الولد ضرب الكرة اذن الكرة هي التي يعني وقع عليها الفعل هذا ينسمي ذبور ملاحظة صغيرة يقول الثيم بالعادة يكون non human هاي ملاحظة مهمة في العادة يكون non human خلي هاي الملاحظة يمك ثبتها يمك ممكن يكون يعني هو ممكن يكون human ممكن يكون بشري عادي ولكن في العادة يعني الثيم يكون non human في العادة سمثلا عدنا the boy caught himself هنا الولد هو الاجent الهم هنا theme مفعول به ولكن اعتبرنا احنا theme ولكن بشكل عام يعني في الغالب ان theme يكون غير عاقل يعني يكون non human هذا هو موضوع الاجent والtheme تحفظ التعاريف تحفظ كم نقطة مهمة يجيونك فراغ صح وخطأ التعاريف الاجent تعريف يجيك تجيك جملة تجيك فراغ صح وخطأ اختيار فالموضوع انت فهمته وشلون ما يجيك السؤال عادي مو مشكلة ان شاء الله استفادتم من هذا الفيديو يا رب ان شاء الله شوفكم كم ناتشين ونتمنى ونتمنى من حضاراتكم تشاركون هذا الفيديو زملائكم وتعلقون وتشتركون بالقناة تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اراح بيكم مع اعزائي الطالب في محاضرة جديدة وياكم الاستاذ محمد نجم النوفلي وراح نكمل المادة اللغة الفصل التاسع الطبعة الرابعة اليوم راح نتحدث عن الانسترمنت والأكسبرينسر اكسبرينسر والانسترمنت الانسترمنت طبعا هذي ناطقها شوي ادير باركم عليه خلينا اخذ تعريف الانسترمنت والانسترمنت والأكسبرينسر خلينا اخذ تعريفهم بالبداية وناخذ شونهما بالجمل مثل ما تشوف قدامك الانسترمنت the semantic role of the noun phrase identifying the entirety that it is used to perform the action of the verb the boy cut the rope with with ريزة 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 يعني هي اداة تستخدم الحلاقة تستخدم للحلاقة شون المقصود بالسيمان تكرور السيمان تكرور احنا مو قلنا عدنا الفاعل والمفعول به كأن الفاعل هو الاجنت والمفعول به هو الثيم الانسترمنت معناها الادات اللي راح يستخدمها الفاعل حتى يقوم بالفعل الادات اللي راح يستخدمها الفاعل حتى يقوم بذلك الفعل ودائما تكون غير عاقل تكون غير عاقل تكون جماد وفي العادة في العادة تجي وراء with يعني with وراء الادات with من نشوف with اللي وراها في العادة يكون instrument خلينا نأخذ عليها امثلة the boy cut the rope with an old razor هذه كلمة razor هذه هنا نعتبرها instrument وكذلك عندي كلمة with اذا طلاب دائما من نشوف with وانو نشوفه في العادة تكون instrument خلصنا من عنده خلينا نتحدث عن الاكسبرينسر الاكسبرينسر اللي هو يسمونه المجرب يعني the semantic rule of noun phrase identifying the entity that has feeling the perception or state described by the verb شوف هنا قعدنا المجرب المجرب يعني الذي سيجرب شيء رح يكون التأثير علي يسمونه الاكسبرينسر يعني المتأثر هو الفاعل اذا بعبارة اخرى اذا الفاعل يكون متأثر اذا هو متأثر بشيء رح نقول علي احنا الاكسبرينسر رح نقول علي متأثر وهنا اكو كم لاحظ اكو كم شغلة راح اتساعدكم ان شاء الله شنهي اولا يعني بالاكسبرينسر يكون اكو صفة عندي يكون عندي صفة في الغالب يعني the boy feels sad عبارة sad هذه حزين هذه صفة the boy feels sad يعني هو الذي تأثر بالحزن يعني اصبح حزينا شوف هناك احنا بنقول the boy kicked the poor الفاعل هو اللي سبب الفعل يعني هو اللي مسبب بينما هو الذي تأثر الذي يعني اصبح حزينا هناك يعني ماكو هناك اكو تأثير على الفاعل بالاجنت جملة اخرى did you hear that that noise هنا نويز صاخب يعني او صخب يعني هنا هل استمعت هير هنا يسمع اذا اليو انت متأثر اي بمعنى انك تأثرت بالصخب او تأثرت بالضوضاء اذا هنا متأثر اذا الاكسبرينسر هو you انت ليش اكسبرينسر اي وليش قلنا وشن فرقها عن الاجنت قلنا الاجنت انت انت راح اسسبب الفعل مثلا اي ميك الذي تأثر الذي اصبح التأثير عليه الذي اصبح منزعجا من الضوضاء فهذا هو الفرق ما بين الانسترمنت والاكسبرينسر وهوا يا اكو امثلة يعني بين قوسين اللي يحدد لك الفاعل الهل هو انسترمنت او هل هو اكسبرينسر او هل هو اجنت فهو الفعل الفعل هو اللي راح يحدد باوع الفعل وادرس المعنى زين راح تشوف الفرق ما بين الانستوريمنت والأكس بيرينس السلام عليكم ورحمة الله راح بيكم أعزائي طالبا في محاضرة جديدة وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي اليوم راح نتحدث عن السيمانتك رولز نحن تحدثنا بالمحاضرات السابقة عن أربعة ورح ناخذ خمسة وستة وسبعة عندنا اللوكيشن والسورس والقال رولز وحسا راح نتحدث عنه إن شاء الله وحده ونعرف شنو هنا وناخذ علينا أمثلة أولا خلينا ناخذ اللوكيشن اللوكيشن هو شنو معنى هذا تعريفين حافظ الوكيشن هو دور سيمانتكي دور دلالي والذي والذي يعبر عن أين أين مكان أو وجود هذا العنصر أو هذا الشيء يعني بشكل عام اللوكيشن هو من اسمه موقع يعني مكان يعني أنا من ألقفت شيء مكان أقول علي هذا اللوكيشن هسا أنا من أقول إن ذا كلاس روم الولد يجلس في الصف في غرفة الصف في الفصل يعني خلي نقول في الدرس كلاس روم هنا ستنج يعني اللوكيشن كلاس روم شنية لوكيشن مثلا I am studying in London أنا أدرس بلندن هنا in London هذه لوكيشن ليش لوكيشن لأن مكان فهذا هو اللوكيشن زين خلي ناخذ السورس السورس يعني المصدر يعني من أين من أين تحرك أو جاء السورس ودائما يكون ورا فرم من ورا فرم من نشوف ورا فرم اللي يجينا ورا فرم في العادة أقول علي سورس هذا نسميه سورس في العادة في الغالب زين السورس مثلا the boy run from the house الولد ركض أو هرب من المنزل مثلا مثال آخر this student came from Manchester United this boy هذا الولد came from بصرة هذا الولد جاء من البصرة إذن عبارة عبارة فرم كلمة فرم اللي يجيني وراها أقول علي سورس السيمان تكرون هي مالت أسميها سورس هذا هو ومثل ما تشوفون الأمثلة جداكم ثانيا عندنا القول رول السيمان تكرون مالتنا اللي تكون قول القول بمعنى الهدف السيمان تكرون of the noun of phrase identifying where is the entity move to هناك قلنا يعني move from moves from هنا moves to السورس احنا قلنا منين يجي القول لون يروح الى اين يود الذهاب the boy walk to the window هنا عبارة the window الشباك هنا قول لانه هو الهدف للوصول لذلك النقطة المعينة وهنا عدنا امثلة بالكتاب مثلا عدنا ماري سو افلاي اون دا وال يعني هذا راح ندرسنه بشكل عام امثلة عليها ماري سو افلاي اون دا وال ماري ابنية رأت طائر على الشجرة على الحائط عفوا على الشجرة او على الحائط اهنا الماري اكسبريانسر راح تسألني تقل شلون اكسبريانسر هس انت لما تشوف هذا شيء معين مو راح تتأثر بيوظل صافن عليه اذا انت متأثر ليش احنا قلنا على ماري متأثر اذا السي متأثر ليش يعني راح هو يتأثر برؤية هذا الطائر او هذه الحشرة خلي نقول متعجب فلاي حشرة ذبابة يظل صافن عليه هذا متأثر احنا قلنا عليه كسبريانسر هذا مو مسبب بالفعل المسبب قلنا هو الذي يقوم بالفعل فلاي المفعول به دائما قلنا يكون فيه على المكان هذا المكان هي بارود مجازين فرم جورج هنا هي الاجنت ليش شيء لان هي الذي قامت بالذهاب الى جورج لكي تستعير منه مجلة زين المجازين هي ثيب لان مفعول به فرم جورج هنا طبعا هي سورس لان احنا قلنا ليجيني ورا فرم اسميه سورس شيء اجنت لان هي مسبب للفعل بوغ ضربة يعني شيء سكواشت يعني سكواشت بمعنى يعني شون ضربة او يعني ضربة الذباب البوغ هو نفسه نحنا نقول بوغ هذا مفعول به وين مجازين بالمجلة اذا هنا المجلة راح نقول عليها وذكرت لك بالمحاضرة السابقة انه دائما الانستريمنت يكون ورا وذاني شغلة نشوف هنا الانستريمنت يكون غير عاقل يعني يكون في شيء جماد نجي على عبارة هي هاندد مجازين باك تو جورج انا شيء مسببة للفعل مجازين الثيم لان المفعول به باك تو جورج احنا قلنا اللي جينا وردتو اعتبره قول زين هاي واحدة اكو اكو نقطة اخرها بس ملاحظة مهمة من اقول ثانكس علي ثانكس سيد جورج انا الفاعل انا قلت لك الفاعل المسبب للفعل ملاحظة يمك ان الفاعل ليس بالضرورة يكون في بداية الجملة شوف هنا من يقول مرحبا بكم وارحب بكم وياكم الاستاذ محمد نجم النوف انا ما ذكرت بالبداية اسمي ذكرت جملة بعدين قلت انا اسمي فاذن من اللي رح يسبب الفعل هو الاجند نفسه هو الاجند هو رح يسبب الفعل اذا الاجند مو بالضرورة يجيني بداية الجملة عادي اذا اجاني بنهاية الجملة انظر للمعنى بس هناك سيد قال جورج المسبب للقول هو جورج اذا اقول علي اجند اتهت محاضرتنا لهذا اليوم ستقول اني نتمنى نتمنى شاركونا هذه الفيديو واشتراك بلعدكم وتعليق ونتمنى لكم المفقية رح لاحب بكم معزائي الطلبة في محاضرة جديدة وياكم والأستاذ محمد نجم النوفلي واليوم رح نتحدث عن الليكسيكال ريليشن ريليشن هسا رح نتحدث عن الأدوار الدلالية بالمحاضرات السابقة هسا رح نبدأ نتحدث العلاقات اللي تكون داخل الكلمات يعني فانا اقول لك not only not only can words be treated as containers of meaning يقول مو بس الكلمات اللي يمكن التعامل عليها انها تحتوي للمعنى انه لها أدوار حتى المفردات هم لها أدوار يقول in the events they can also have relationship with each other حتى الكلمات ممكن لها ارتباط وعلى علاقات we often explain the meaning of world in the term of their relationship دائما من وضح احنا معنى الكلمات في أدوارهم بالعلاقات if we are asking the meaning of the word conceal for example we might assembly it is the same as hide اذن الكلمات هم لها أدوار مو بس الجمل يعني الجمل وحدها مو بس لها أدوار حتى الكلمة هم لها أدوار على سبيل المثال احنا من نجي الى كلمة conceal بمعنى يعني ايضا يعني بمعنى انه كلمة conceal المعنى مالتها the same as hide مثل كلمة hide من نجي على كلمة shallow هي نفس shadow نفس عكس كلمة deep فهنا احنا من نقول مثلا من ندرس الكلمات المكلمات هم لها معنى وهم ناخذ الهن أدوار وهم يعني نقصد بأن المرادفات والمعاكسات هذه كلية نسميها lexical relations راح نجي يعيد للموضوع مرة أخرى lexical relations يعني العلاقات اللي تكون في الكلمات إذن إذن الكلمات المفردات هم لها أدوار الكلمات المعاني هم لها أدوار الأدوار مالتها اللي تكون مثلا معاكسات متشابهات فمثلا على سبيل المثال إحنا من نقول كلمة على سبيل المثال conceal هي نفس كلمة hide إذن أنا من أريد أوصف الكلمة أنا إيش راح أتحدث على أجيب مرادفة أو أجيب معاكسها هذا الموضوع هذا الكلام اللي هي المرادفات والمعاكسات والمتشابهات والاختلاف في كذا شيء والتشابه في كذا شيء هذا نسميه إحنا لكسيكال ريليشن هنا عدنا تعريف لكسيكال رولز رولز ستيتين which words can be used for كونستيتوين ستيت باي ستيتراكتر رولز قواعد المعجمية القواعد التي تحدث الكلمات التي يمكن استخدامها لبواسطة قواعد إذن لكسيكال رولز هي القواعد التي توجد في القواميس للقواعد التي توجد في القواميس حتى نقدر نصف الكلمة من معاكسة أو متعادة متعاكسة متشابه وإلى آخر أو تعريف للكلمة هذا نسميه لكسيكال رولز القواعد المعجمية القواعد الكلمات التي توجد في القواميس في المعاجم هذا هو موضوع لكسيكال ريليشن بشكل عام هذا هو بشكل عام حاول تركز على الأشياء المهمة المبين اللي موجودة بالخطة الأحمر وعكسة جاي ناخذ نقطة نقطة وترادف وتضاد وإلى آخره رحب بكم أعزائي طلبة في محاضرة جديدة وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي ونتحدث حاليا عن مادة اللغة لجورج يول تاسع الطبعة الرابعة اليوم رح نتحدث عن السينوني الليكسيكال ريليشن وهتحدث عن وهي أول حال عندنا السينوني والمقصود بها الترادف كلمتين أو أكثر متشابهة جدا أو قريبة جدا في المعنى هو هالح نسميها الترادف يقول في كثير من الأحيان ولكن ليس دائما نمكن أن نستبدلهم من بعضهم البعض في الجملة و يعني مواقف متشابه بظروف متشابه ممكن نقول ماذا هو أو ماذا هو ماذا نقول باللغة الإنجليزية هل نطيك مثال علي الترادف مثل ما قلنا على سبيل المثال شن هو جوابه أو هم نفس الحج ولكن نفس المعنى إذن هذا هو المقصود بالترادف التشابه في المعنى ويمكن استبدال الكلمة بكلمة أخرى ولكن ليس دائما يعني مو دائما زين عيني يعني في بعض يعني في الغالب ولكن ليس دائما يعني مو قاعدة نقدر نستبدل الكلمة بأخرى ولكن ليس قاعدة على سبيل المثال هو عندنا كلمات متشابهة كاب وتكسي فريدوم وإلى آخره almost nearly big large هذه كلهم مورادة فات متشابهات في المعنى هنا يقول لكم لاحظة لازم نخلي ببالك لازم نخلي ببالك that the idea of seamness of meaning used in discussing the synonym is not necessary the total seamness يعني يقول أنت لازم تخلي في الشغلة ببالك أنه تشابه ملازم يكون مية بالمية زين يعني التشابه ملازم يكون مية بالمية there are many there are many circumstances there are many exceptions when one word is appropriate in a sentence but it would be odd يعني في الكثير من الأحيان الكلمة هاي المعينة يعني تشوف ها احنا مستخدمينها ولكن تبدو غريبة تشوف أن المرادف جدا غريب يعني تحس مدر من يعني زين يعني فعلى سبيل المثال شوف هذه الكلمة my father auto mobile وهنا my dad about تدري هذن مرادف هات نفس الشي إذن هذا هو التشابه إذن مثل ما ذكرت لك أن التشابه ممكن يكون مختلف تماما و شو مرة تشوف الشكل غريب مرة تبقى على الكلمة شكلها غريب يعني سحتي شوف أنا بنبقى على كلمة send لي had only one answer correct on the test هذا شوف هس هنطيك مثال آخر هذا المثال ما لات نخل أوضحك بعد أكثر هذا المثال معناه أبويا اشتر سيارة وهذا أبويا اشتر سيارة كبيرة وهذا أيضا معناه أبويا اشتر سيارة كبيرة شوف الفرق الشبير بالكتابة ولكن المعنى هو واحد فهذا هو التشابه إذن التشابه ليس بالضرر يكون 100% التشابه ممكن يكون مختلف تماما ممكن يكون مختلف قليلا حسب الموقف وحسب الكلمة المطلوب من عندك بهذه الصفحة هذه الأمثلة تشوف الفكرة مالتين هذه ممكن تجيك فراغ ممكن تجيك صحة خطأ هذه ممكن تجيك فراغ صحة خطأ إذن هذا أيضا هذا هم تقرأ مهم تعريف هذا أيضا مهم مع مثال هذه الأشياء مهمة لازم تحفظها هذه بالنسبة للترادف ودائما أبه وأرجع عيد مرة أخرى حاول تجيب أسئلة الأستاذ ما للسنين السابقة وتطلع عليها وتحلها لأن هذا الشي رح يخليك تفتهم المادة أكثر وأكثر بسم الله الرحمن الرحيم أرحب بكم أعزائي طالبة في محاضرة جديدة وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي وحاليا نتحدث عن الليكسيكال رولايشنز اللي هو فصل السيمانتيك مادة اللغة جورجيو الآن عدنا الأنتانيمي الأنتانيمي يعني المتضادة two forms with opposite meaning are called أنتانيمي إذن الأنتانيمي هي كلمتين مختلفات بالمعنى على سبيل المثال life dead mate حي حي ميت big small كبير صغير fast هذه كلها معاكسات هذه كلتها معاكسات مثل ما تشوف قدامك أكش شغلة مهمة أنتانيمي are usually divided into two main types الأنتانيمي المحاكسات تنقسم إلى قسمين بها حالتين non-negredable non-negredable اللي هي يسمونها الغير متدرجة يعني شلون يعني غير متدرجة بمعنى أنه لا يمكن يعني لا يمكن أن به درجات والnegredable اللي هي تحتوي على درجات يعني أحا أبسط لكم إياها هي معاكسات يعني غير ثابتة ممكن أنه نعلي درجتها ونرفع درجتها يعني من أقول big يعني ممكن أقول كبير جدا كبير يعني مو كلش كبير يعني 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 ممكن نخليها مقارنة ممكن خليها مقارنة ممكن نخليها تفضيل سمونها زين عيني ولا تستخدم بالمقارنة هذا كل الكلام مهم جدا مهم هذا الكلام هذا الكلام كله ينحافظ هذا الكلام كلش مهم زين هس خلي نجي على non credable هي الصفات الثابتة التي لا يمكن فيها تدريج الصفات أنا قبل شوية قلت كبير أكبر كبير جدا هس راح نجي على الصفات الثابتة التي لا يمكن أن تتغير والتي لا يمكن أن نجعل فيها درجات مثلا dead ميت ما أقدر أقول كلش ميت ما أقدر أقول dead أو dead صفات هاي ثابتة ما نقدر يعني يسمونها non-negredible فهذه هو المقصود non-negredible autonomy زين عندنا هنا negative test أكفت شي سمونه negative test هذا negative test اختبارنا نستخدمه حتى نتعرف على أن هل هذه الصفة هي non-negredible فهنا تو identify non-negredible in terms in language إذن نستخدم negative test to avoid حتى نعرف هل هذه صفة gridable أو un-negredible هل هي صفة متدرجة أم غير متدرجة قابلة لتدرج أم لا يقول we usually avoid to describe one number of antonomies pair as the negative of other for example while for example the obitur of dress does not mean not dress usually do the reverse of dress يعني ما نقدر نحن negative test ما نقدر نختبر على كل الأشياء لأن مرات مثلا عندنا test ما نقدر dress عكس ها مثلا I'm not dress فمو كل على كل الأحوال يمشي عندنا antonomy يقول antonomy is often is this type are called reverse reverse sires طبعا نعذرون الجو الصبح من الصبح وانا قاعد ماكو هس فقاعد أسجل لكم هذا الفيديو فاعذرون على السحقات على كم نقطة سامحونا وكتبونا بالتعليقات إذا أكو ملاحظة أو شي فإحنا حاضرين إن شاء الله دائما وأبدن نستقبل آراءكم ونستقبل أي اقتراح من حضراتكم إذن antonomy of this type are called reversives 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 إذن إذن هذا النوع من المعاكسات نسمي إحنا reversives أوكي يعني هس هنا عدنا تعاريف مهمة جدا عدنا هذه antonomy non-grudable مثل ما ذكرت الكياه هذه المعاكسات هذه التعاريف نحظ لجنك بالامتحان كلش كلش مهم قلنا عدنا آخر شي بس هذه الملاحظة الأخير أعتقد شوية صاعدكم بها غموض عدنا reversives اللي هي المعاكسات اللي ما نستخدم بها not ولا تكون عكسها حتى نستخدم بها بوادق حتى نعكس الكلمة dress unhappy هذا يسمونها reversives يعني هي من اسمها عكس باستخدام البوادق يعني نعكس الكلمات باستخدام البوادق مو باستخدام كلمة أخرى هذا هي reversives هذا تعريف وهذه المفرادات وهذه الأمثلة مهمة أتمنى إن شاء الله يا رب واستفدته من هذا الفيديو ولا تنسون تشتركون وتنشرون هذه الفيديوهات لي زملائكم حتى يستفادون من هذا يشارح تقبل وتحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أعزائي الطالبة في محاضرة جديدة وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي واليوم رح نتحدث على موضوع الهايباني اللي هو من lexical rules lexical relation مادة اللغة للمرحلة الرابعة الشابتر التاسع طبعة الرابعة اليوم رح نتحدث عن الهايباني طبعا المقصود بالهايباني هو التضمين when the meaning of one form is included in the meaning of another relationship is described by hyiponomy إذن عندما الكلمة تكون متضمنة تحت بند معين أو تحت شكل أو تحت فد اسم معين هذا نسميه بالهايباني اللي هو التضمين مثلا عندنا الدوغ يعتبر animal مثلا عندنا الكات يعتبر animal مثلا عندنا أي حيوان ينتمي إلى شيء معين أو أي نبات ينتمي إلى شيء معين نعتبر هذا موضوع التضمين نعتبر hyiponomy وعندنا مثلا هنا creatures المخلوقات من عده animal insect الحشرات ant حشرة snake ثعابين حيوانات عندنا dog horse snake وكذلك وكذلك عدنا super snake وكذلك عدنا وكذلك وكذلك عدنا super 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 donate هذول المتشابهين اثنين ومحن نزل بهم super super ordinate super ordinate سميه super ordinate زين عيني متشابهات يعني يكونون بنفس المستو ويندرجون تحت بين معين تعريف تحفظه كلش مهم تحفظ عليه مثال عدنا كا hyponems بمعنى المترادف المترادف في الاسم وليكون تحت نفس الاسم نفس شيء ولكن اسم مختلف يعني هسا احنا من عدنا النرجس البري والوردة هم اثنيناتهم يعتبرون زهرة اثنيناتهم يعتبرون او اسمهم اثنيناتهم يعني اسماء مختلفة تعود الى نفس الشيء وهي الزهرة فهذا احنا نسميكو hyponema طبعا بس تعريف لا اكثر ولا اقل الفكرة بهذا الموضوع كلته موضوع سهل وبسيط ان شاء الله افتهمتوا اي سؤال او استفسار انا حاضر بالتعليقات وكتبوه ان شاء الله نجاوكم البروتوتيبز رح بيكم مع عزيزي طالبي وياكم الاستاذ محمد نجم النوفلي اليوم رح نتحدث على موضوع البروتوتيبز من مادة اللغة فصل السيمانتك wild words كناري احنا بعض الكلمات عندنا يقول هذه الكلمات are equally are equally يعني consider as a bird تعتبر كطيور they are not only considered to be equally good example category birds اذا هي كلتها تعتبر مثال او هي امثلة تحت بند الطيور زين ولكن وفقا للبحوث وفقا للبحوث ولالباحثين كلمة الطائر انطوها roben كلمة roben هذه كلمة roben هي شبيه او مثال اخر على الطيور يعني هو مثال يعرف من خلاله من خلاله جميع الحيوانات الاخرى يعرف من خلاله جميع الحيوانات الاخرى the idea of characteristics the idea the concept هذا تعريف ال prototypes هو ال prototypes شين معناها معناها انه انا عندي فد حيوان او فد شي على سبيل مثال طائر هذا ال roben احنا مثلا لكل شعبة او لكل مجموعة الحيوانات التي تنظم تحت بند الطيور ومثال اخر موجود بالحياة اليومية هسا احنا مثلا عدنا ثعلب وعندنا ذيب وعندنا بعض الحيوانات الاخرى هذه كلتها تنظم تحت بند ال dog كلمة ال dog الكلب يعني هي يعني ليش لانه كلها كائنات متشابهة كلها حيوانات متشابهة كلتها نفس الشكل فناح اسم ال roben هي نفس طائر يعني من نقول روبن معناها طائر شنو اللي ميز طائر انه عنده اجنحة باد زنعيني فهذا تعريف جدا مهم وهذه الملاحظات والنقاط لأشهرات الحضرات كم مهمة هنا عندنا مثال اخر لو جئنا الى موضوع الاثاف احنا من ريد ناخذ الملابس اول ما راح الروح علي من علي من الروح على الكرسي بل الرغم من احتمال احنا عندنا يعني احتمال عندنا مقاعد اخرى او احتمال عندنا احتمال عندنا اشياء اخرى بس احنا قبل راح نروح على الكرسي ليش سبب لان الكرسي من المفردات او من الانواع المعروفة يعني احنا من نقول كرسي كل الاشياء اللي بقية تحت بندة زين يعني مثلا منضدة ميز اي شي يعني الكرسي يعبر عن الكل مثل ما روبنا تعبر على كل الطيور الكرسي يعبر عن الكل فهذا الفكرة كليته بجين فاي مفردة اكد بكل يعني بكل نوع من الاشياء او من المفردات اللي كل نوع يوجد هنالك اسم معروف جدا وهذا الاسم يعبر بالنيابة عن الكل هو هذا موضوع اللي احنا نسميه اللي نسميه بروتو تايبس تعريف مهم والامثلة نحاول نقراهن ونركز عليهم لانه هواي هواي تجي اشياء هي فراغات صح وخطأ اختيارات وهنا طلابنا العزاء اردنوها على شغلة مهمة وهي يا طلاب حاول اشقد ما تقدر اشقد ما تقدر تركز على موضوع الاسئلة لسنين السابقة او الاسئلة الشهرية للسنة السابقة لنفس تحصل على اسئلة وتحلها ما تقدر تتعرف على طريقة الامتحان وطريقة استخراج الاشياء المهمة الا بعد رؤيتك للأسئلة فضروري جدا تركز على جانب الاسئلة دائما اقول لكم وارجع انبهكم مرة اخرى الاسئلة مهمة جدا حاول تجيب لك اسئلة وتحلها او انت وزميلك لهنا لانتهي هذا وارحب بكم اعزان طلبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته homophones and hominomes اليوم رح نتحدث على موضوع مهم بمادة اللغة للمرحلة الرابعة فصل السيمانتك when two or more different written from have the same pronunciation they described homophones تعريف المهم جدا اذا المهم هي الكلمات المتشابهة بالنطق وتختلف في المعنى والكتابة رح عيد الهوم افونز كلمات متشابهة بالنطق فقط وتختلف في المعنى وفي الكتابة مثلا عندنا كلمة meet وميت ميت الاولى لحم والثانية يلتقي او يقابل وكذلك flower وهذه كلها امثلة على الهومو فونز زين عيني هذا هو الهومو فونز خلصنا من العين زين خلي نيجا على الهومو نومز الهومو نومز تعريف when one form Britain or spoken has two or more unrelated meanings as in these examples احنا عندنا الهومو نومز معناها كلمات متشابهة بالشكل ولكن المعنى يختلف حسب الكلمة يعني مثلا عندك كلمة book book بمعنى كتاب وبمعنى يحجز من تجينك فعل يحجز من تجينك اسم كتاب play نفس الحالة البنك البنك كلمتين الها اما فرع يعني بنك مصرف او تجي غصن غصن يعني او تجي غصن من شجرة او تجي حتى bank of river يعني فرع من بحر من نهر عفوا زين عيني فهذه كل واحدة الها معنى هذه كلها امثلة نفس القضية وذكرت لكم مثالين انا جدا واضحات زين عيني مراجعة خفيفة الهامافونز معناها الكلمات المتشابهة بالاصبات بالنطق فقط to وتختلف في المعنى وفي الكتابة هذا الهامافونز الهامافونز هي كلمات متشابهة بكل شيء ولكن بالمعنى تختلف حسب السياق حسب سياق الكلمة بالجملة وذكرنا عليها امثلة مثلا عدنا كلمة play بمعنى مسرحية وبمعنى يلعب كل واحدة لها معنى وهنا متشابهات تماما هذا هو موضوع الهامافونز and هامنامز اتمنى اعزائي طالبة تشتركون بقناة وتشاركون هذه الفيديوهات بالقروبات اللي تعرفونها لانه هواي قاعد نتعب وما دا نشوف من حضراتكم التعليقات الا اعداد قليلة ونحنا كلش مشكورين وممنونين من الاشخاص اللي قاعدوا يشاركون هذه الفيديوهات اقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله الرحمن الرحيم ارحب بكم مع اعزائي الطالبة في محاضرة جديدة وياكم الاستاذ محمد نجم النوفلي اليوم راح نتحدث على موضوع البلاسمي شين معنى البلاسمي البلاسمي بشكل عام خلي اوضح لك فكرة شوني هو على سبيل المثال طلاب احنا يعني باللغة الانجليزية عدنا بعض الكلمات هاي الكلمات ويمكن ان نستخدمها ويا كل شي فمثلا عدنا الفوت يعني رجل الاقدام اقدام الرجل او اقدام الفراش او اقدام او مثلا يعني الجبال خلينا نقول يعني جذر مالته زين وكذلك احنا يعني عدنا مفردات نستخدمها باكثر من موقف واكثر اكثر من شي هذي الحالة نسميها البلاسمي تعريف مالته هذي هذي وانيو وانيو انكاونت two مو words with the same form and related the meaning المعنى يرجع we have what is what is technology technology nouns as فلسومي والذي يعرف بالفلسومي فلسومي can be defined يمكن ان نعرفها written or spoken اذا هي مكتوبة او ملفوبة having multiple meaning تحتوي على معنى مزدوج that are related by extension والتي ترتبط بشيء معين examples the word head على سبيل المثال كلمة head used to refer to the object top or your body اذا top الhead يمكن نستخدمها اكثر من موقف ويا الobject وكذلك body front on top person at the top اذا هذي top ممكن نستخدمها اكثر من موقف الhead نقدر نستخدمها اكثر من موقف كذلك feet of person feet of bed feet of mountain one person does what does كلا دو كلا دو هذي ال بلوسي if we aren't sure whether different uses of single word are examples synonymy or بلوسي we can check in dictionary if the word has multiple meaning then there will be single entry with an number less of different meanings of the word there is a can you can you can it you can you 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 can it متشابهة بالمعنى. اما بالنسبة للهامنامز فاحنا قلنا عليها كلمات يمكن ان يكون لها اكثر من معنى حسب الموقف. يعني مو كلمات تستخدم اكثر من الموقف. زين يعني? فبدال ما نجعل الكتاب هنا وهي شوي اكو خربطة يعني هواي سوالة في مالها داعي. اه يعني مجرد هو ديسوي مراجعة لكل مصطلح والفرق ما بينها. ان شاء الله هذا موضوع البلاسمي غطيناه واي سؤال او استفسار فان حاضر تقدر تكتب بالتعليقات. اتمنى تشترك بالقناة وشارك هذه الفيديوهات. تقبل اتحياتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب بكم اعزائي طالبة في محاضرة جديدة. وياكم الاستاذ محمد نجم النوفلي. اليوم راح نتحدث عن موضوع الورد بلاي موضوع اللغة فصل السيمانتيك. الورد بلاي معناه التلاعب بالكلمات. معناه التلاعب بالكلمات. يعني انت عندك كلمة تتلاعب بالمعنى او تتلاعب بالجملة. اهنا عدنا the last the last three lexical relations are the basis of the word allows usually for the hum. شوف قلطيك مثال حتى تفهم الحالة. يقول على سبيل المثال ماري هاد نقول معناه هاي الكلمة. ماري عدها لحم خروف. ونقدر نقول خروف صغير. انت من قلة a little lamb. معناه لحم. يعني انا برأي ورأي اي واحد يقراها a little يعني معناها عدها خروف صغير. ولكن مثلا ماري هادا little lamb. some rice and vegetables. ماري عدها اه اه لحم خروف وعدها تمن ريز وعدها vegetables خضروات. اذن هنا المعنى اختلف. فهو ال word play يعني تلاعب بالمعنى او تلاعب بالكلمات. زي نعني. يعني من من نشوفه احنا نفكر بانه هذا لحم خروف او مارات نشوفه نقول لا هذا يعني خروف صغير. لحم قليل او خروف صغير. يعني اذن هو هذا الموضوع ال word play تتلاعب بالمعنى. ومثال عليها واحد يقول لك مارات يقول لك الستة يعني الستة ليش تخاف من السبعة? why six afraid of seven? ليش الستة تخاف من السبعة? ليش? الجواب because seven eight nine. الجواب لانه سبعة ثمانية تسعة. تصحي شنوها معناها? معناها السبعة ايت ناين. يعني السبعة تاكل التسعة. فالسبعة بما انه هي تاكل التسعة. الستة تخاف من عندها. فهي ايش معناها? ايت يأكل مو ايت ثمانية. يعني هي ايش. هم يتلاعبون بالكلام? هذا هو المقصود بال word play. وهنا راح يصير تلاعب بالمعنى يعني يصير اكثر من احتمالية وتصير اكثر من غرض. فهذا نسميه احنا word play. word play. يعني. فهذا الشيء مهم. لازم نركز عليه ونقرأ زين. هنا ما عندك تعريف بس هاي الامثلة حاول تفهمها حتى من تجيك احتمال يعني مناقشة او يعني فالسؤال بسيط تقدر تجاوب عنها ان شاء الله. راح بيكم عزائي طلبة في محاضرة جديدة. وياكم الاستاذ محمد نجم النوفلي. اليوم راح نتحدث على موضوع اخر وهو الميتونمي. الميتونمي. واللي معناه الجناس. يعني شيء من جنس شيء. زين يعني هنا يعني يختلف. اكو اختلاف عن التعارف الاخرى. حنا اخذنا البلوسمي. هي الميتونمي تقريبا نفس البلوسمي. ولكن خلي انطيك مثال وراح تفهم شن معنى الميتونمي. قبل ان اخذ المثال هذا هو تعريف الميتونمي. هوايا مهم. الجناس او المجاز هذا لازم تحفظه. يعني كلمات تستخدم من بدل من كلمة اخرى وهذا المعنى الكلمة ترتبط ارتباط قوي فيها في الحياة اليومية. يعني مثلا احنا عدنا البطل دائما مي. المي مرتبط وي البطل. عدنا مثلا الكار مرتبط بالعجلة. الهاوس مرتبط بالسقف. يعني هيتش. زين يعني. فهذا هي الفكرة من انه اكفت شيء مرتبط بشيء معين. يعني من نذكر هذا الشيء يجباننا هذا الشيء الاخر. زين يعني فهذا هو الميتونمي. تعريف هذا وهذه الامثلة قدامكم. هذي مو مو مهمة ها يعني. يعني اذا استاذك ماخذها فانت اوكي يقراه بسان باقي مو مهمة لانها موجودة يعني تتحدث على موقف معين بالولايات المتحدة الامريكية. اما بشكل عام يعني احنا كهذه المادة فما حد يعني ركز عليها. انا نطيتكم الامثلة. انه دائما شيء مرتبط بشيء مثل ما شفته الامثلة قدامكم. مثلا عندك هن هذا الرئيس مرتبط بالبا. اللي هو البيت اللي ابي اشوف هذا الشيء يعني حسب ثقافتهم هم يعني كامريكا. اما احنا بالعراق يعني مثلا نتقول رئيس. برلمان يجي ببالك او كذا ويجي من تجي من يجي مثلا ببالك برلمان يجي ببالك سرقة. انه يجمعناها تقريبا يعني. واكيد مو الكل كل منو حسب اخلاقه. فانت هنا تحفظ التعاريف واحفظ الامثلة اللي عليها. احفظ التعاريف واحفظ الامثلة اللي عليها. سلام عليكم ورحمة الله ورحبكم اعزائي الطالب في محاضرة جديدة. وياكم الاستاذ محمد نجم النوفري. عندنا اليوم موضوع الكلوكيشن. ما نتشتركون بالقناة. وتشاركون هذه الفيديوهات. الكلوكيشن. هنا طبعا احنا عندنا لها تعريف مهم. تعريفها هذا. انا ذاني تعريفين يعني ما يحتاج اقول لكيها علم اللغة المادي. والمتراصفات او المتتابعات يعني تجي وحده مع اشي. تعريفين لاني مهمات لازم تحفظها. زين يعني. ما اطاول عليكم ان شاء الله. بس حتى اوضح لك الكلوكيشن شين معناها. تعريف هسا قيل شبته. ذاني تعريفين كلش مهمات. هسا راح نجي نوضح. شوف يعني بالنسبة لكلوكيشن. معناها بشكل مختصر. بدون ما نطول عليك. كلمة مع كلمة. تجي كلمة ويا كلمة اخرى. مثلا هسا انا يقول لك thousand people. يعني هنا منا يقول. اذا سألت. اذا سألت. اذا سألت الاف الناس. عندما تقول لهم مطرقة. منه تقول لهم تشاكوك. احنا بالعراق نسميه تشاكوك. او مطرقة. اللي راح يختار ببالهم. اغلبهم او كلهم. راح يختار ببالهم انه اكو فد بسمار يعني. اذا مطرقة بسمار. اذا هو هذا معناه متشابهات. متشابهات. وهي الاكثر من حالة يعني. مثلا نحن نقول. يعني مثلا. الملح والفلفل. الملح وفلفل. هيش يختار. يعني هذا هو بالانجليزي. ملح وفلفل هيش. ذنو مترادفات او يجنسوية. او مثلا. نطيقكم مثال اخر. حتى عندنا بالافعال ويا الاسماء. مثلا انا اقدر اقول. يعني. معناها انا ارتكبت خطأ. او. ايضا ارتكبت خطأ. ولكن. ما يصير اقول. اي دو مستيك. لازم اقول اي مايك مستيك. ليش. لانو قاعدة. انو مايك يجيني. هذا هو هذا. نزميه الكل تيش. زين يعني. ما زله تعرفين. المهما هذا هو كل ما يقضر. ومسفة ليه هذا. هو فكرتا. هذا. بس لاكثر. زين يعني. وناعدنا هيت شي يعني. احدى التحقيقات او البحوث يعني. اللي اجريت يعني عني. 24 اقراق. او وفريز. عن المشاعر الحقيقية يعني هو مو كلش مهم هالهي يعني أنت حسب أستاذك اللي في الجامعة هذا متحدث على هيت موضوع فأنت تكلم عنه وأحفظ هاي النقاط وإلى آخر إذا أستاذك ما متكلم عنه فلا تتكلم عنه وفي الغالب أغلب الجامعات اللي أنا دا أشوف الطلاب دا أدرسهم الداخلين يومي دورات من دينطوني ملازم الأستاذ ما متحدث على هيت موضوع يعني أغلب الجامعات هيت موضوع ترك ما يدرسونه فأنا أيضا ما أشرحها لأنه مو مهمة فقط أخذ الأشياء المهمة حتى تنسيها للطالب حتى تصير المادة سهلة بحيث أن نروح للامتحان بسط المادة عليه وما أخذ الأشياء المهمة فقط وإذا أنت عندك أي سؤال أو استفتاد تقدر تتركها بالتعليقات وإن شاء الله نجاوبك بفيديوهات أخرى تقبل تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته